مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما بمتابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون يطرق درس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة إذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني أكيد لازم تحضروها وفيه شغلة مهمة كتير 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 عم بتحكيها إنه فيه أكتر من 70% من متابعين هاي القناة مش بيشتركين في القناة وبيتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني ويلا نبدو مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع كل يوم بنسمع شغلات جديدة عن طريق الإعلام الطبي اللي موجود حول العالم وفيه ثلاث أربع مصطلحات أو مصطلحين هم بالأساس صراحة كتير عم بتكرروا واحد منهم اسمه Flatten the Curve وهذا يمكن المصطلح اللي انتشر حول العالم والمصطلح الثاني اللي هو Social Distance خليني اشرح الكوش ومعنى Flatten the Curve راح اطلقوا الان هون الصورة زي ما انتو شايفين في كيرف هيك الطالع لفوق ونازل هذا عدد المصابين المصابين في الفيروسات خاصة اللي زي هذا الفيروس اللي احنا الان بنواجهه بتزايد تضاعفيا بمسموها المعادلة الأسية أو اللوغارثمية مش معناه انه واحد بضيف واحد بعدين بنضاف كمان واحد لا هو بنضرب في اربعة بعدين قص عشاء اربعة بعدين قص اربعة بعدين قص اربعة بعدين قص اربعة فالموضوع اللي بتذكر رقعة الشطرنج هاي اللي مرة ايجا حاكم على ايجا واحد على حاكم واعجبوا طبعا ما عملوا فقال له اطلب ما تشاء قال له بدي بس حبة رز على رقعة الشطرنج بعدين تاني يوم تتضاعف تصير حبتين تالت يوم بتصير اربعة بعدين ستعاش فالمالك ضحك قال ما في مشكلة عطوه ما يريد لما ايجت على الخانة اربعة وستين ما في ضل رز في المملكة ما في ضل رز في المملكة كلها تبعي طبعا فهذا بسموه تضاعف القس وهذا اللي عم بيصير في حالة هذا الفيروس فالمشكلة وين؟ المشكلة انه في فترة قصيرة احنا ممكن نوصل لعدد كبير من المرضى وهون المشكلة انه المستشفيات اللي موجودة عندنا لها قدرة استيعابية يعني بتقدر مثلا المستشفى تأخذ بكل مدينة تبعتك ألف مريض فإذا اجا خمس ألاف مريض ما حد يقدر يستوعبوهم أربعة ألاف حيعدوا برنا والألف اللي حيقدر يدخلوا المستشفى فهون المشكلة انه في قدرة استيعابية للأطباء والمنظومة الصحية الآن المنظومة الصحية هاي زي ما صار في إيطاليا استضطر انها تفرق يا اما ندخل هذول المستشفى يا اما ما ندخلهم مين ندخل مين ما ندخل كبار السن الله يرحمهم خلاص والصغار نخدهم فبتصير الموضوع صعب جدا عشان هيك كل الدول الآن عم تحكي عن موضوع اسمه انه نضغط هذا المنحنى ونخليه أقل مما يطلبه المنظومة الصحية معلش احنا عنا نفس عدد المرضى مثلا احنا رح يصير عنا عشر آلاف مريض خلال هاي الفترة بس خليهم يصيروا بفترة أطول ويصير التضاعف أقل أو أبطأ وبالتالي احنا رح يصير عنا رح يضل المنظومة الصحية قادرة بمعنى أنه دخل ألف مريض بعدين بعد أسبوع طلع 200-300 اجا 200-300 اجداد دخلوا بس المنظومة الصحية لسه قادرة على استعاب هذول المرضى هون المشكلة اللي بتصير اللي هي كيف نقدر نعمل هذا أو تبطيح المستوى يعني كلمة تبطيح هي يمكن أو تسطيح المستوى أنه يصير أطول أو أقل يعني الحدية في اليوم الفلاني أو اليوم اللي رح يصير فيه البيك هذا فبالتالي هذا المصطلح مهم جدا في علم الأوبئة اللي هو أنه نحاول أنه نخفف من حدة انتشار هذا المرض عشان المنظومة الصحية ما تنهار في البلد اللي احنا عايشين فيه المصطلح الثاني اللي هو بساعد على تسطيح هذا المستوى أو تبطيحه اللي هو السوشيال ديستنس اللي هي التباعد الاجتماعي شو معنى التباعد الاجتماعي؟ إنه أنا ما أتقرب من الشخص اللي حوالي في المجتمع بمسافة انتشار الفيروس الفيروس هذا معروف إنه بنتشر لما الواحد يعتص أو بالرذاء لمسافة ست أقدام تقريبا متر ونص مترين فالآن المجتمع كله بحكي ست أقدام لمترين هذا المسافة اللي لازم تبتعد عن غيرك فبالتالي احنا عادة مجتمعات قريبة من بعض بنحب إنه نكون جنب بعض يعني بتروح عالمول بتلاقي الناس عادي بتمشي جنب بعض في الفترة هيا لازم نسوي شغلة اسمها التباعد الاجتماعي مش في بيتك بيتك ما في مشكلة لنكون كلكم عايشين في نفس البيئة اللي هو خارج بيتك بحيث إنه إذا انت شفت صديق أو حدا ما تروح تسلم عليه وتبوسه هذا لازم يكون بينك وبينه مترين الأفضل طبعا إنك ما تخرج من منزلك نهائيا وهيك أنت بتحد من الفيروس يا جماعة هذا الفيروس بنتقل من شخص لشخص لشخص بشخص لأربعة خمسة بعدين هو الأربعة خمسة لأربعة أربعة خمسة فإذا نحن قطعنا هذه السلسلة اوكي اللي هي أنا وأنت قطعنا هاي السلسلة الفيروس هذا بعد فترة حيموت مش هنحكي إنه حيموت لأنه مش أصلا كائن حي حيتدمر خلاص انتهت فترة حياته فراح نقدر نقف هذا الفيروس المشكلة اللي هي هاي الفترة اللي هي فترة الحضانة اللي هي في ناس لسه عندها الفيروس وإحنا مش هارفين فيه اللي هي الـ 14 يوم وخلينا نعطي كمان أسبوع زيادة اللي هي آخر يوم لو واحد منهم عطس أو هذا وضل الفيروس خمس أيام ست أيام بره ماكسمو فهذه الفترة اللي هي ممكن إحنا فعلا نعمل flatten the curve ونوقف هذه الحدة وبالعكس نقضي على الفيروس الموضوع بإيدك وبإيدي عشان هيك فيه ناس حطوا على السوشيل ميديا شغلة عجبتني كتير اللي هي virus شالوا ال-I وال-U وحكوا أنه I and you can stop this chain نقدر ندمر هذا الفيروس أنا وأنت بطريقة التباعد الاجتماعي أو السوشيل ديستنس إن شاء الله تكون واضحة الفكرة نرجع نحكي أهم خمس شغلات عشان تقي نفسك من هذا الفيروس أول إشي المعلومات الصحية حتى تعرف تنتقي من وين تجيبها الشغلة الثانية غسل اليدين كل بالناس بتحكي washing your hands للأسف إحنا عم نتعلم كيف نغسل يدينا في القرن الواحد والعشرين الشغلة الثالثة جهاز المناع اللي هو لازم يكون قوي عندك وتقويه إليك وللعائلة الشغلة الرابعة اللي هي عدم لمس الوجه عدم لمس الوجه نهائيا والشغلة الخامسة وهي اللي عم بيحكي عليها الآن social distance عشان نقدر نعمل flat in the curve التباعد الاجتماعي عشان نقدر نعمل تصطيح للمنحنة اللي هو ممكن يغير تاريخ العالم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجيع لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد